حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله كلمة قرآن تبدأ بحرف القاف هناك سورتان في القرآن تبدأان بحروف مقطعة فيها القاف سورة قاف وسورة الشورى حاميم عين سيم قاف العجيب أيها الأحبة أن كلتا السورتين تتحدثان عن القرآن في بدايتهما وتبدأان بحروف مقطعة فيها حرف القاف لو قمنا بعد حرف القاف في سورة قاف نجد 57 قاف وفي سورة الشورى أيضا نجد 57 قاف كم المجموع 114 وهو عدد سور القرآن بالله عليكم هل هذا إعجاز أم مصادفة أم إحكام يشهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هناك ميزة رائعة جدا في القرآن أن كل سورة من سور القرآن 114 خصص لها الله كلمات وضعها في هذه السورة لا تتكرر أبدا في أي سورة من سور القرآن وهذا القانون اللغة والهندس ينطبق على كل سور القرآن وسنأخذ كمثال على ذلك أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر الآية الأولى إن أعطيناك الكوثر فيها كلمة أعطيناك وكلمة الكوثر لم تذكر إلا في هذه السورة على مستوى القرآن فصلي لربك وانحر فيها كلمتان فصلي وكلمة إنحر أيضا لم تذكر إلا في هذه السورة إن شانئك هو الأبتر فيها كلمتين شانئك والأبتر لم تذكر إلا في هذه السورة لا نملك إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كم هو عدد أيام الخلق الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام الأرض هي سبعة أراضين والسماوات هي سبع سماوات سبحان الله شيء عجيب في القرآن أيها الأحبة إذا بحثنا عن حقيقة خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني بحثنا عن عبارة خلق السماوات والأرض في ستة أيام وعبارة خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سوف نكتشف أن هذه العبارة ذكرت في القرآن بالتمام والكمال سبع مرات بعدد السماوات السبع وعدد الأراضين السبع والله إن هذه الحقيقة أيها الأحبة لا تشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل تعلمون ماذا يوجد في باطن الأرض؟ إنه الحديد الله تبارك وتعالى ركز كتلة الحديد في هذه الأرض في مركزها الذي خلق هذه الأرض ووضع الحديد في مركزها هو الذي أنزل القرآن وجعله يتألف من 114 سورة عدد سور القرآن 114 ما هي السورة المركزية إذا قسمنا 114 تقسيم 2 ينتج العدد 57 هل تعلمون ما هي السورة رقم 57 في القرآن؟ شيء عجيب أيها الأحبة إنها سورة الحديد بالله عليكم ألا تشهد هذه الحقيقة على صدق كلام الله تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السؤال كم هو عدد أيام السنة الشمسية 365 يوما وربع تقريبا إذن أقرب عدد الصحيح هو 365 يوما الله تعالى هو الذي خلق السنة الشمسية وهو الذي أنزل القرآن من غريب وعجائب القرآن أننا إذا بحثنا عن كلمة يوم بالمفرد من دون أيام ويومين ويومكم كلمة يوم فقط أو اليوم بالمفرد نجدها قد تكررت بالضبط في القرآن كله 365 مرة بعدد أيام السنة الشمسية والله إن هذه الحقيقة لا تشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر